إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كان حديثنا في موضوع الإمامة والمجتمع الإنساني وقلنا بأن الإمامة تعتبر ظاهرة من ظواهر الرسالات الإلهية وأنها ظاهرة واجبة ولازمة وضرورة من ضرورات هذه الرسالات وقد تحدثنا عن السبب في ضرورة الإمامة ووجوب استمرارها في كل الرسالات الإلهية وفي الرسالة الخاتمة بصورة خاصة وأشرنا إلى وجود أسباب ثلاثة طبعا يمكن أن نشير إلى أسباب أخرى وأكثر ولكن اقتصرنا على ذكر أسباب ثلاثة رئيسية ومهمة السبب الأول الذي تحدثنا عنه سابقا هو وجود ظاهرة الإختلاف في العبادة وفي المثل العليا التي يتخذها الإنسان الأمر الذي يوجب وجود الإمامة بعد النبوة لمواجهة هذا الإختلاف وحله بالشرح الذي ذكرناه سابقا والأمر الثاني الذي ذكرناه بهذا الصداد هو وجود ظاهرة الإختلاف على مستوى التأويل والتفسير للرسالات الإلهية وقلنا أن هذا النوع من الإختلاف كان موجودا في كل الرسالات الإلهية السابقة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وكان هذا الإختلاف أيضا في الرسالة الإسلامية أيضا وأشار القرآن الكريم إلى وجوده مثل هذا الإختلاف في الآية التي تتحدث عن تقسيم القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية الكريمة وكذلك ذكرنا بأن هذه الظاهرة هي التي تفسر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في خطابه لعلي العيس السلام من أنك سوف تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل وذكرنا بعض النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الصدد وهذا الأمر أيضا هو الذي يفسر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بصورة متواترة وصحيحة السند ومعتبرة وفي أغلب الكتب الإسلامية من كلا الفريقين وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا من بعدي فإن الأترة الشريفة يكون لها الدور الرئيس في تفسير القرآن الكريم وفي توضيح القرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم على مصادقه ولذلك لا بد من الرجوع إلى الأترة الشريفة في فهم القرآن الكريم عندما يكون هناك اختلاف في تأويله وفي تفسيره وفي تطبيقه على المصادق فهم المرجع الذي يرجع إليه المسلمون في حل هذا الاختلاف وهذا هو معنى هذا أيضا بعد من أبعاد الإمامة وجانب من جوانب الإمامة فالإمامة إنما كانت ضرورة في الرسالة الإسلامية لأن الرسالة الإسلامية سوف تتعرض إلى هذا النوع من الاختلاف كما تعرضت إلى ذلك الرسالات السابقة وهذا أيضا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله عندما خاطب المسلمين بأنكم سوف تفتنون وتبتلون بالاختلاف شأنكم شأن الأمم السابقة وحتى جاء التعبير عن النبي صلى الله عليه وآله طابق النعل بالنعل يعني سوف يكون اختلاف فيكم كما وقع في الأمم السابقة بصورة متطابقة ومتشابهة كما يتطابق أحد النعلين مع النعل الآخر هذه الحقيقة أيضا من الحقائق التي تفرض وجود الإمام وهنا لا بد أن يكون الإمام معصوما بمعنى أن يكون الإمام بمستوى من المعرفة والعدالة والفهم للرسالة الإسلامية بحيث لا يعتريه أي خطأ وأي اشتباه حتى يمكن أن يكون المرجع في حل هذا الاختلاف الدقيق والعميق الذي يواجه الرسالة الإلهية السبب الثالث الذي يمكن أن يذكر لضرورة وجود الإمامة هو سبب يرتبط بموضوع الولاية وموضوع الحكم الإسلامي أو ما يعبر عنه في المصطلحات الإسلامية التاريخية موضوع الخلافة خلافة رسول الله صلى الله عليه في إدارة الحكم حيث نلاحظ بأن الرسالة الإسلامية امتازت على الرسالات السابقة في خصوصية أشرنا إليها سابقا وهي خصوصية الحكم فالرسالات السابقة وإن جاءت جميعا من أجل تطبيق الإسلام وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا كاملا ولذلك نجد القرآن الكريم في سياق الحديث عن نزول التوراة يؤكد وجوب تطبيق هذا الحكم تطبيقا كاملا في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما أنه بعد ذلك القرآن الكريم في نفس هذا السياق عندما يتحدث عن نزول الإنجيل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثم يتحدث القرآن الكريم بعد ذلك عن نزول القرآن الكريم ويقول في هذا السياق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إذن فالحكم بما أنزل الله هذا هدف من أهداف الرسالات الإلهية جميعا لا تختلف فيها رسالة عن رسالة ولكن الإسلام امتاز على الرسالات الإلهية الأخرى بما وفق الله سبحانه وتعالى به نبيه في أن يقيم الحكم الإسلامي في عهده وفي زمانه وهذا ميزة امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وآله على بقية الأنبياء فنوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام هؤلاء أنبياء العزم على ما نعرف من تاريخهم وعلى ما يشير القرآن الكريم إلى ذلك لم تصل النوبة لهم في أن يقيموا الحكم الإسلامي على مجتمع إنساني في عصرهم وفي عهدهم نعم موسى عليه السلام الأنبياء الذين جاءوا بعده كداود وسليمان تمكنوا من أن يقيموا ذلك على حديث وكلام ليس محل تفصيله في هذا الوقت ولكن في عصر النبي لم يتم إقامة الحكم الإسلامي أما نبينا محمد صلى الله عليه فقد تمكن من إقامة الحكم الإسلامي في عصره ثم استمر هذا الحكم الإسلامي إلى عدة قرون من الزمن إمامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر